وهذا الحديث أيضا يوضح أهمية العناية بالذكر المقيد هناك أذكار مطلقة وأذكار ممقيدة فهذا الحديث يفيه تأكيد على أهمية العناية بالذكر المقيد الذكر المقيد له أهمية عظمى أهمية كبيرة جدا مرتبط بوقت أو مرتبط بعبادة أو مرتبط بحال مقيد في اليوم والليلة فيجعله المسلم مظيفة ثابتة له في يومه وليلته لا يفرط فيه والذكر المطلق هذا مطلق على اسمه فيجتهد المرء في أيام ولياليه بالذكر المطلق ما تيسر له مرة يزيد ومرة ينقص لكن الذكر المقيد لأعداد وأوقات يحرص على أن يضبطها ولهذا جاء عن ابن عباس وعن غيره في معنى الذاكرون الله كثيرا والذكرات منهم فقال كلاما معناه رضي الله عنه وهذا جاء عن غير واحد من العلم قالوا الذي يحافظ على أذكار الماثورة بأوقاتها أذكار الصباح أذكار المساء أذكار الصلوات أذكار النوم عينوا ذلك لأن هذا مقيد هذا وظيفة مقيدة مضبوطة بأعداد في أوقات فيعتني بها إناية دقيقة أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم أذكار الصلوات هذه كلها مقيدة أيضا الأذكار المتعلقة بدخول أو خروج أو ركوب يعتني بها هذه إذا اعتنى بها مع ما تيسر من الذكر المطلق دخل في جملة من؟ الذاكرين الله ودخل أيضا في السبق الآن الأذكار الصلوات المواضبة عليها قال تسبقون تسبقون من بعدكم وتلحقون من سبقكم ولا يأتي أحد بأفضل مما صنعتهم إلا من صنع مثل ما صنعتهم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعت فإذن هذا الذكر مهم جدا دبر كل صلاة بها جؤوس تسبقون وتسبقون ترجمة نانسي قنقر